أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معدلات التنمية والتقدم مرهونة بما تقدمه الدولة لأبنائنا من دوي الهمم ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته ضمن النسخة الرابعة من قادرون باختلاف وجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما تم بدءه من خلال البرامج والمبادرات القومية من أجل دعم دوي الهمم لقد أدركنا منذ الوهلة الأولى وطوال سعينا في هذا الطريق أن مقضاء النجاح ومعدلات الإنجاز مرهونة بالأساس بما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من دوي الهمم وهذا ما جعلنا نحرص عليه دائما ونعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية للعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحدياتكم وتوفير البيئة المناسبة لتمكينكم من المشاركة الفعالة وتعظيم إسهاماتكم والاستفادة من قدراتكم في مختلف مسارات العمل الوطني وأود أن أغترم هذه الفرصة لوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما بدأناه معا من خلال تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين زو الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها